اللي يأخر الصلاة ستتأخر أموره في الحياة كل شيء يبغاه يتأخر أو يتعكر أو يتعثر أو يتعطل أو يتوقف واللي يبدي الصلاة ويقدم الصلاة ويجعلها أول اهتمامات للصلاة سينجح في الحياة وسوف تتقدم أموره في الحياة وسوف تتيسر أموره وكل ما يتمناه ويبتغيه في هذه الدنيا وفي هذه الحياة وهذه قاعدة يا جماعة الخير وما زال قوم يقدمون الصلاة ويبكرون في الصلاة ويجعلونها أول اهتماماتهم إلا قدم الله أمورهم اللي يحبونها